لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك الجهة العامة الثانية تخندق المؤسسة العسكرية مع الحركة الشهدية هذا أعطاه قوة وحمى الجزائريين لأنه لو لا تخندق بعد الله تعالى طبعا لو لا تخندق المؤسسة العسكرية مع الشعب الجزائري في حراكه لا تم ذبحه من قبل الأجهزة الأمنية لو بقيت العصابة مسيطرة عليه وهذا الذي كانت تبيت العصابة عن طريق حاولت هذا الأمر لكنها لم تفلح حاولت أنها تعمل مجلس رئاسي ولكن كانت المؤسسة العسكرية من مرسل إذن هذا عام القوة الثانية يتمثل في تخندق المؤسسة العسكرية بقيادة الأركان وقيادة الفريق أحمد قايد صالح إذن جات عام الأخرى كما قلنا سقوط هيبة وقيمة النظام استشراء الفساد الجزائريين صاروا يشوفوا في الفساد مش فساد مخفي ولا صار ظاهر العيان واضح جات لعبة شبكات التواصل الاجتماعي أن السلطة لم تكن مسيطرة على الإعلام الإعلام المفتوح هذا ساهمة مساهمة فعالة حيث نشرت ملفات صار التواصل ما بين الجزائريين سهل سهل أكثر مما يمكن تخيله وأنا أجزم لو توفرت هذه الحالة في مراحل معينة لكان الوضع عم ليس كما نرى إذن توحد الشارع الجزائري والقاصم المشترك بين الجزائريين كان رفض نظام بوتفريقة رفض مطلق زاد لقوة خندق المؤسسة العسكرية هذه عوامل القوة بعض عوامل قوة ما توجد عوامل كثيرة ليس المجال أن نتحدث فيها ولكن هذه العوامل كبيرة ساهمت في نجاح الحراك الشعبي ورحيل نظام بوتفريقة وكما شاهدنا المحاسبة العصابة وزج بهم في السيول الآن السؤال المطروح الناس الذين يدعون إلى عودة الحراك الشعبي هل تسأل يوما هل هناك عوامل يمكن أن تعطي إلى هذا الحراك قوة يجب أن تتسأل أنت أنك تخوض في معركة وتريد أن تنتصر فيها يجب أن تناقش عوامل الضعف وعوامل القوة عوامل الضعف ها هي وعوامل القوة ها هي إذا وجدت أن عوامل الضعف أكثر من عوامل القوة في هذه الحالة يجب أن تراجع استراتيجية أما إذا وجدت أن لديك عوامل قوة أكثر من عوامل الضعف هنا في هذه الحالة يجب عليك أيضا أن تراجع خطتك وتضع أشياء أخرى جديدة ما تبقى لي على نفس الخطاب المشكلة أن خطاب المعارضة بقي نفسه والبعض يقولك لا هذا دليل على الثبات على المبادئ لا أبدا هذا دليل الغباء في عالم السياسة المبدأ يبقى ولكن الخطت تتغير التحالفات تتغير وهذه ليس ممكن اليوم أني كسياسي ومعارض مثلا أعطي مثال فقط أن هذا الشخص أنا ضده في مراحل معينة كنت ننتقده لكن جات مرحلة صار التحالف معاه هو مصدر قوة للحركة الشعبية يجب أن أتحالف معاه هذا هو منطق السياسة أما أنني انتقدته منذ عشرين سنة وعندما زلت أنتقده والناس تهول وتطبل ليك في شبكة تشوف كيف تثابت على مبادئه هذا غباء استراتيجي هذا غباء استراتيجي بمعنى الكلمة هذا لا يقدم عليه إلا من يريد الفوضى فقط يريد الزعامة الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الزعيم الحقيقي الذي يريد أن يقود معارضة يجب أن يحدد كثير من نقاط القضية المبدأي هو تغيير نظام هو مكافحة الفساد هو خلاج الجزائر من الأزمة هو استعادة الجزائريين لكرمتهم استعادة الجزائريين لحريتهم الحقيقية في بناء دولتهم وليس الحكرية بمعنى الفوضى هذه هي المبادئ ولكن الاستراتيجية قد تتغير اليوم ومرك ضد هذا بكرة هذا الشخص صار هو مفتاح اللغز في الطريق ممكن أنك تتحالف معه عادي جدا ولا تعتبر نقيسة أنا نجدهم أحيانا يجيبوا أقوال أنت كاتب ولا مثقف ولا سياسي قالها في ألفين ولا قالها في التسعينات ويجيب لك واحد قالها اليوم يقول لك شوف التنقذات شوف التنقذات البارح البارح تنتقد تبون مثلا أنا أنتقد تبون البارح أنتقد تبون لما كان وزير أول وما كذا اليوم هو رئيس جمهورية في يده مفاتيح الحل والعقد في البلد تقتضي الضرورة مثلا أنك تذكره وتتعامل معه بمنطق رئيس الدولة وبمنطق من يتحكم في البلاد آه أنت البارح تنتقد فيهم إذن أنت منافق وأنت متقلب وأنت كنت من قبل وأصبحت وكذا من هذا الكلام الفارغ الذي لا يمكن أن يبني دولة ولا يمكن أن ينجح مشروع إذن ما هي عوامل القوة أنا ألاحظ أنه لا يوجد أي عامل قوة عامل القوة الوحيد هو أنه الجزائر ما زال خلاص انكسر حاجز الخروج إلى الشارع كانت فطرة معينة الجزائريين لا يفكرون في الشارع أبدا تخذر بظاهرات الأطباء الفراملة المعلمين التلميذ ولكن كلها كانت مطالب اجتماعية لأول مرة تخرج وينكسر هذا الحاجز ويصير للجزائري المطالب السياسية في الشارع مع الحراكي الشارعي انكسار هذا الحاجز ممكن جدا ممكن جدا أنه يعتبر عامل قوة لكن هل هو عامل قوة ويحقق التغيير هنا الإشكالية أنت تخرج الجزائريين أو تخرج نسبة من الجزائريين للشارع ما هو المطلب؟ مطلب إسقاط النظام ما هي العوامل التي يمكن أن تقنع بها الجماهير وتقنع بها المجتمع الدولي وتقنع مؤسسات الدولة الفاعلة وفي مقدمتهم المؤسسة العسكري إذن عوامل القوة التي كانت في 22 في إذري وما بعدها إلى حتى إلى فطرة ما خلال الست أشهر الأولى على الأقل كان الجيش متخندق كاملا مع الجزائريين حقق مطلب الجزائريين في إنهاء العهد الخامسة وأيضا حقق لهم في محاسبة الكثير من الفاسدين ولكن في نفس الوقت الجيش كان ينتظر من هؤلاء الجزائريين أيضا أن يستمعوا له ويتبعوا الخيار الذي أراده غير أن الخطاب المتطرف بدل أنه يكون هناك تبادل تبادل في المصالح إذا صح التعبير أن الجيش طرف والشعب طرف نحطهم كل واحد طرف الاستراتيجي أو الحراك طرف والجيش طرف إذا حطيناهم بهذا المنطق إذن إذا الجيش حقق لك المطالب تبعك أنت أيضا هناك أمور نجب أن تتبعها تتمثل في الخطة التي وضعها الجيش لخروج أنت كيف تريد الجيش أن يحقق كل مطالبك وإنت منطلق من واحد الوهم اسم أنني أنا السلطة لا أنت صح تكون سلطة لكن وفق آلية معينة لديها شرعية قانونية ولديها شرعية دولية وتتمثل في المسار الانتخابي أنت ترفض في هذا المسار وتقول لي أنني نقف شرعيتي تتمثل في وقوفي في الشارع والكاميرا والشعارات التي أرفها عزيزي ما الذي يثبت أن هذا الأمر مطلب كل الجزائريين أو أن هذا خيار كل الجزائريون لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله